طيب في بعض الأمور بقى المهمة بتتعلق بالنادي نفسه في اتجاه دلوقتي او مش اتجاه ده قرارات من مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد نادي الزمالك حيرجع اسمه نادي الزمالك للأعاب الرياضية مش نادي الوطنية والكرامة واليفطل المحطوطة وكلام من ده خلاص بقى كل القلاص انتهى فاللي فات ده هيتلغي مش موجود ملعب عبداللطيفة برجيلا دلوقتي حيرجع باسمه التاريخي القديم ملعب حلمي زمور فهو ده الصح يا جماعة محدش يفكر انه هو يعني الناس بتتمنى ان هي تكون عندها تاريخ نيجي احنا نغير التاريخ حاجة غريبة جد فبالتالي ده قرارات معروفة وبالمناسبة كمان احنا كان معنا الكواليس قبل تصرحات الكابتن حسين لبيب في برنامج تلفزيوني من شوية اعتقد فبالتالي ده امر محسوم طيب فكرة اليوفط اللي محطوطة الرئيس نادي الزمالك الصابق المرتضى منصور خلاص كلها بكرة هتتشال يعني ازالة كل يوفط اللي فيها صور رئيس نادي الزمالك الصابق مش عشان فيه اتجاه منه او فيه عفوا فيه موقف منه لكن عشان مش منطقي خلاص هو الراجل مش رئيس نادي الزمالك والفكرة نفسها مش منطقية عشان رئيس نادي الزمالك افضل احط يوفطي في كل حتة طيب ادي حاجة والله العظيم والله العظيمة كمان مفروض جمهور نادي الزمالك ده يدعي لنا احنا كمان بقى احنا قلنا مبارح مفروض يصالوا ركعتين شكر ان هما خلصوا من اللي كان بيحصل ده ها النهار ده او النهار ده انا بقلكم مفروض جمهور نادي الزمالك يدعي لنا كبرنامج مبهزرش لان احنا كان عندنا كل الجرء كل الجرء ان احنا نتكلم ويكاد يكونوا احنا البرنامج الوحيد اللي كان بتكلم على مرتضى منصور ومشاكله مع نادي الزمالك وانه ازاي يعمل كده في نادي الزمالك ويأثر على النادي ويوصلوا للمرحلة المزرية دي كنا بنتكلم بوضوح وواجهناه بالورق بالورق وكان الموضوع ده مجننه جد ومجنن كل اتباعه وكان بيجينا وعارفين التليفونات والناس بتكلم ومتاعه مش عارفين تمام والله ممكن احكي لكم على مدخلة او على مكالمة بس مش حينفى اقولي على الهواء مش وقتها دلوقتي فكان عندنا الجرءة والوضوح في ان احنا نتكلم في ان نادي الزمالك يستحق ناس تكون واجهة تليئ بقيمة هذا الكيان العظيم فمفروض جمهور نادي الزمالك يدعي البرنامج بلاستيسي انا واجب لكم من الاخر والله العظيم فاعتقد احنا كنا صح والأيام اثبتت كده لان اكيد كنا بنهاجم من من هم يعني منتق او مش عايز اقول ايه اللي هما كانوا مساندين لرئيس نادي الزمالك السابق واعتقد ان هما افتقدوا لكل المنطقية افتقدوا لكل المنطقية والموضوعية وكانوا بيحب رئيس نادي الزمالك السابق اكتر من نادي الزمالك نفسه ودي حاجة بالنسبة لي غريبة جدا لكن في العموم عارفين موضوع الجنين وجنينة مش عارف مينه وجنينة مينه وجنينة كله جنين بقى اسماء كتير جدا وتلاقي الجنينة اصلا متر في متر او حاجة الجنينة قد كده رحطت عليها مش عارف اسمه فلان وعلان من نجوم ده زي ماك فيه اسماء احدش يعرفها كمان هو حسب المزاج انت حبيبي رحطت اسمه الفكرة دي خلاص بص اتشالت مش موجودة كل اليوفط بتاع اسماء الجنين دي هتتشال لان هي برضو مش حاجة منطقية يعنيش ايه جنينة مش عارف فلان وبتاعه فبالتالي ده خلاص قرار اتاخد يعني